أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن النتائج الإيجابية التي يحققها فريق قرطبة الإسباني بالرئاسة البحرينية ثمرة اهتمام ودعم النادي للفريق وحرص اللاعبين على الظهور المتميز في منافسات الدور الإسباني للدرجة الثانية وأشاد سموه بالانتصار الجديد الذي حققه قرطبة في الدوري الأسباني للدرجة الثانية على حساب فريق أنتيكيرا 2-0 في الجولة الثامنة للدوري وأوضح سموه أن النتيجة الإيجابية ستعطي الفريق دفعة معنوية عالية في مواصلة حصد النقاط في الدوري ومواصلة صدارة المجموعة مبينا سموه أن الروحة العالية التي يمتاز بها الفريق دلالة على الدعم الذي يحظى به من إدارة النادي والعمل المتميز من الجهازين الفني والإداري وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة في مبارياته المقبلة ترجمة نانسي قنقر